اشتركوا في القناة يا عميري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوة الكرام ما زلنا بالكلام عن سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم نارض مع دعاء جميل جدا بعنوان الدعاء الذي لا يرد دعاء لا يرد نعم وهذا ليس من كلامي وإنما هو من كلامي المعصوم صلى الله عليه وسلم جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله علمني خيرا فقال له قل من اللي ذكرنا الدعاء ده ومن اللي بعلمهن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهذا العربي قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فانصرف الأعربي ثم جاء وقال يا رسول الله هذه هذه يعني لله فما لي أنا يعني أنا بدع يعني دعاء ذكر لله سبحانه وتعالى أنا عايز حاجة لي أنا يعني يريد أن يعني يطلب أشياء تنفعه في الدنيا وكلنا محتاجين الكلام ده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله قال الله سبحانه وتعالى صدقت وإذا قلت الحمد لله ولا إله إلا الله ثم دعوت بعد ذلك يعني بيقول له لو أنت بدأت بالدعاء ده أول جملة فيه سبحان الله يقول لك صدقت ثم أنت تكمل الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم تدعو بعد ذلك يقول لك الله سبحانه وتعالى فعلت يعني مثلا حينما تقول اللهم ارزقني رزقا حلالا يقول لك تبارك وتعالى اللهم يعني بعد ما يدعو هذا الدعاء ويقول اللهم وسع لي في رزقي يقول لك تبارك وتعالى اعطوه من رزقي الى اخر هذه الامور يعني الراجل بيقول ده دعاء خاص بلا سبحانه وتعالى فالرسول عليه السلام قال له دي مقدمة بعد كده قطه باللي انت عايزه بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما يشاء انت دولنا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته